الحفل السنوي رقم 16 للهوليوود فيلم اووردز استضفته بابيرلي هيلز وسجل حضور عدد كبير من المشهير منهم حاز على جائزة منتا ريتشارد جير داستن هافمن ماريون كوتياغ وغيرهم أما الممثل برادلي كوبر فهو يلي نيل جائزة أفضل ممثل عائلة وأصدقاء راحل وتن هيوستن جمعوا بأحدى فنادق منهاتا للإحتفال بانطلاء العرض الأول من الرياليتي شو يلي رح يظهروا فيه وبيعرض للناس حياتهم من بعد الفجاعة يلي أصابتهم برحيل ويتني والدة ويتني سيسي وبنته بوبي كريستينا من المتوقع أن يكونوا نجوم هالبرنامج سباق جزارات العشب مثل كل سنة عم بيصير ببريطانيا وما عم بيخلى من الحماس والمجازفة والسنة الأجواء الممترة والوحل ما أحبطوا أبدا من عزيمة المشاركين مع أن السيطرة على هالمكانات صعبة كتير بهيك أجواء صغار وكبار كل الناس بيتذكروا شخصية إيتي من فيلم ستيفن سبيلبرج الشهير يلي بيحمل اسمها الشخصية كمان وله السبب صار إيتي موجود بمتحف مدم تيسو بلندن على شكل تمثيل من الشمع وذلك للاحتفال بالعيد لثلاثين على العرض الأول من هالفيلم ترجمة نانسي قنقر